إزاي أدي فرصة لمحبة الله اللي انساكبت فيه داخلي بالروح القدس المعتد إزاي أتغلب على الغضب إزاي يعني لأو شاكل أهل هذا الظهر أهل هذا الظهر يتم ردود أفعال يعني غاضبة وعنيفة جدا لأ أنا لأو شاكل أهل هذا بل أتغير عن شكلي بتجديد ذهني بتجديد الذهني إني أجي تحت يعني نبراس كلمة الله اللي تغلب المحبة عن الشر وعن الابن الأصغر لما رجع تايب الابن الأكبر كان لازم هو يتوب لأنه هو كمان أتضح أنه كان ضال مع أنه كان له صورة أنه هو في البيت وكتير ده هو بالليجي في كنايسنا الابن الأكبر ما زال موجود في الكنيسة فالرب يساعدنا علشان بالمحبة بالغفران بإدراك كده الرب غفر لي عشان أقدر أغفر وأقدر أحب وأقدر أتخلى عن الغضب والمرارة اللي في حياتي وأتغير عن مشاكلة أو التشكل بأهل هذا الظهر أتغير إلى تلك الصورة عينها يعني أنه أجدد ذهني أجدد فكري بتجديد ذهني أمين وهذا التغير هو التشبه بيسوع المسيح وهذا هو بيت القصيد مرة تانية أنا حابب أعطي فرصة من فضلك اتصل يمكن محتاج أنك تصلي عم بتمر في مرارة عم بتمر في غضب عم بتحب غضب مختزن لدرجة أنه حتى يعني لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجساد كله ارفع سماعتك اتصل اكتب بدنا تصلي من أجلك والرب عاوز يشفيك وعاوز يتعامل معك مش عاوز تخليك مجروح ومحطم كل الوقت بالعكس وعاوز يلمس ويداوي ويشفي جراحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة